السلام عليكم النهاردة هنشوف طريق حجز امتحان الاست او ايجيبشن سكولاستيك تاست الموازي لامتحان الاس اي تي الامريكي بداية من الروح لموقع الامتحان est.moe.gov.eg ممكن ندوس من هنا او انزل على طول هلاقي صفحة الحجز موجودة جهزا احنا هنا مثلا بنحجز الامتحان 13 مارس 2021 وبيقول ان الحجز متاح ل 15 فبراير الساعة الوحدة ظهرا في البداية بنكتب الاسم باللغة الانجليزية كاملا اسم رباعي زي ما مكتوب في الباسبور يعني مثلا هنا هكتب الاسم السنائي فقط انت بتكمل الاسم الرباعي للطالب الاسم بالكامل باللغة العربية برضو رباعي زي ما مكتوب في بطاعة الرقم القومي يعني هنا برضو هكتفي بالاسم السنائي بعد كده البلد بنختار مصر بعد كده الجندر ميل او في ميل بعد كده الائدي طيب عندي اختيارين ممكن اختار ناشنال ايدي اللي هي بطاعة الرقم القومي في هذه الحالة بكتب الرقم أنا هنا بكتب رقم عشوائي او ممكن اختار الباسبورت وفي هذه الحالة هكتب رقم الباسبورت حسب ما انتم اختار لو اخترت البطاعة اعمل براوز صورة البطاعة بتاعتك هنا انا حاطي الصورة عشوائية ولو اخترت الباسبورت برضو بتعمل براوز وبتختار صورة الباسبورت الصفحة الاولى اللي فيها الصورة وفيها الاسم وتاريخ الميلاد وباقي البيانات بعد كده date of birth تاريخ ميلاد الطالب هنا لو دوس تفوق على السنة هنا مكتوب عشرين واحد وعشرين هدوس عليها وبعد كده بختار السنة مثلا سنة الفين بعد كده بعمل براوز هنا مثلا اخترت واحد خمسة سنة الفين هدوس بالماوس برا كده احتفظ بتاريخ الميلاد بعد كده بكتب ايميل الطالب نلاحظ هنا ان بعض البيانات جنبها نجمة ده دليل على انها معلومة الزامية لن يكتمل التسجيل من غيرها زي date of birth زي الايميل بعد كده بتختار password رقم الموبايل الخاص بالطالب انا بكتب رقمها شوي هنا landline مش جنبها نجمة ده دليل على انها مش الزامية فانا ممكن اتخطها بعد كده مطلوب مني personal image للطالب بختار الصورة وبعمل لها crop عشان اثبتها بالزبط وعمل لها save كده your school اسم المدرسة اللي الطالب ينتمي لها مدرستك مثلا لو تبدأ بحرف الاس لو دوست على حرف الاس هيبدأ يجبلك المدارس الاولى حرف الاس مثلا هنا انا بختار سقارة international school معادي grade بتاعي مثلا grade 10 وهنا ممكن اختار اربع جماعات ابعت لها ال score برضو مثلا كايرو مثلا عين شمس مثلا دول جماعتين حكومة ممكن اختار جماعات خاصة زي زي AUC بعد كده العنوان بتاعي زي ما موجود في البطاعة او الباسبور ممكن اتخطى العنوان التاني بعد كده المدينة هنا بختار لو انا محتاج الاسي هدفع 2240 من غير الاسي هدفع 2000 طبعا احنا في الغالب مش محتاجين الاسي بعد كده ال test location بتختار المحافظة في القاهرة في الجيزة وفي اسكندرية مثلا القاهرة بيقول لي ال district المنطقة اللي انا عايز امتحن فيها واللي اكون المعادي بعد كده بادوس proceed to payment بروح لصفحة الدفع في صفحة الدفع انا بكتب card number رقم credit card سواء نفيزا او mastercard وبكتب تاريخ انتهى الصلاحية بالشهر والسنة اسم من صاحب credit card security code اللي هو الثلاث ارقام اللي في ظهر credit card اخر حاجة بادوس check على confirm payment وبادوس pay now وبكده بتكتمل عملية التسجيل التسجيل بسيط جدا عبارة عن خطوتين الخطوة الاولى البيانات والخطوة التانية الدفع ده كل حاجة في موضوع التسجيل بالتوفيق ان شاء الله